التتابع التالي يوضح ترتيب القواعد نجنيه على أحد شرطات دي النية أستاذ أمال هتكتب لنا التتابع عشان يبقى واقع فعلي التتابع بدأ من ثلاثة شرطة ومن تيب خمسة شرطة ثلاثة شرطة وحنقرب الحروف من بعضها تي اي سي تي اي سي وبعدين جي سي سي وبعدين اي اي سي وبعدين سي 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 وبعدين اي تي اي واخيرا اي سي تي اي سي تي وبعدين خمسة شرطة كده احنا عملنا الشريط القالب اللي موجود في سؤالنا والطلبة تدربوا على نوعية الأسئلة دي كتير جدا السؤالين سهلين قوي اولا اكتب تتابع النكلوتيات في جزء الامر ان ايه المنسوخ منه خدت القالب لحضرتك اشتغلت عليه اعمل المكمل له بما ان فيه تي يبقى هتحطه قدامها ايه وكمل الباقي والاي هنحط يو طب لو كتبت تي مش هياخد الدرجة خالص مش هياخده على حتة اليو بس لا ده خلاص ده مش فاهم يعني ايه مش عارف انت بتخلق ايه هنكمل يبقى التابعات هتمشي بطريقة معينة جي كالمعتد تمام بعدين يو يو جي وبعدين تلاتة جي جي وبعدين يو اي يو اي يو وبعدين يو جي اي وتلاتة شرطة تمام كده اخدت الدرجة الاولى بتاعة الامر ايني السؤال التاني جميل او بيقول ما عدد الاحماض الامينية في سلسلة عديد بطايد الذي سيتم بنائها من هذا الشريط رشيد الامر ايني كم حمد اميني خمسة احنا مهم جدا كل تلات هنقول الطالبة كل تلات نيوكلوتيدات متتالية تمثل ايه شففة حمد اميني ما عدا الوقف ما عدا اخر قدون قدون الوقف الذي لا يمثل شففة الحمد اميني امين انا شايف سؤال يبدو من شكله صعب لكن هو في الحقيقة سهل وضربنا عليك كلهم متضربين عليه ولما لجنة الفنية وضعت السؤال حطت في اسهل جزء في الدي ايه اللي هو الجزئين اللي احنا شفناه طيب يبقى خلاص حتى لو رجعنا لنموذج الاجابة حلاقه زي ما احنا شايفين ادي التتابع بدء من خمسة وكاتب التتابع كله سليم وانتهى الثلاثة ادي الدرجة الاولانية وبعدين عدد الاحماض الامنية خمسة اخذ درجة تخلينا مكتب خمسة اخذ درجة يعني ما فيش مجهود بقى بعد كده بسيط والغريب بقى والحطة اللي احنا كنا دايما نقول عليها ركز فيها الطلبة وهي بتنقل وداحة قبلتها في كذا ورقة خدون وقع وطبعا لما عدت عدت اربعة طب دا سؤال هاي في خسارة قوي دا انتا كده خسرت فوقه خسرت هنا درجة هنا ودرجة هنا خسارة حرام